وفقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين اليوم على الاستخدام الطارئ لدواء باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا وذلك للحالات القائمة من البالقين من العمر 18 عاما فما فوق الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض والتي قد تؤدي إلى الوفاة ويأتي القرار بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة فيزر الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة وذكرت الهيئة أنه بناء على الموافقة الصادرة بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك ومن المتوقع وصول الدواء خلال شهر يناير الجاري يذكر أن دواء باكسلوفيد أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات والتي تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر